مصر الراهن كان هدفها الأساسي هو الرد على الإدعاءات والرد على ما يتخذ من أوروبا كمنصة لإطلاق الإشعاعات والترويق ضد مصر كان لزامن على هذا الوافد أن يواجه هذه المنصة أن يواجه هذه المؤامرة أن يواجه هذا التحدي وأن يتواجد في معقل وجود الإخوان في ألمانيا على وجه التحديد أعتقد أن الوافد حقق كثيرا من أهدافه وسوف يستكمل أهدافه قريبا إن شاء الله في جولات أخرى ترجمة نانسي قنقر